تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع مجموعة ريال مدريد في العرب في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بحث فوز ريال مدريد على ريال بيتس الفوز المهم اللي كان في ريال مدريد بشطر أول شوية مش مقنع بالشطر الثاني سيطر بغض النظر عن الفرصة الأخيرة اللي نجي منها وحافظ فيها على الثلاث نقاط حلقة اليوم حالة ندخل في تفاصيل المباركة العادة بس دائما بذكركم إنها بتيجي عبر قناة سيرفيسبورت الأكثر تنوع من حيث أشكال أفكار المحتوى وبدعوكم تشتركوا فيها بداية المباراة في صدمة في التشكيل الأساسية هازارد ما بيبدأ جونيور اللي بيبدأ جونيور اللي يتقلق في المباراتين الأولى والثاني وكان مؤثر بشكل مباشر للغاية بالنتيجة يعطي الفرصة أنشلوتي عم بيقرر يكافؤه ويقول له خد الفرصة إنك تلعب أساسي إحدى أهم النقاشات دائما كانت عم بتكون إنه هالجونيور بيقدر يكون مؤثر زي لما يدخل أساسي مثل لما يدخل احتياطي الجواب هون بسيط لازم نعطي الفرصة عشان ينقيس ما ليفترض دائما إنه هو أثر في المباراتين لأنه نزل احتياطي فكان جاهز مقابل لعبين تعبانين لا يعني لازم نعطي الفرصة كاملة واليوم هنحكي مع العن لاعب بآخر الحلقة لكن باقتصار ما خيب الظلم بالمقابل كان في رسالة من أنشلوتي عم بوديها لهازارد وغير هازارد إنه الدورة عشان تفوس فيه بدك كل مباراة تكون تمام بدك تكون جاهز ما بيزبط تغيب وترجع وبودي رسالة تانية وواضحة لهازارد أنا محتاج منك تكون أكثر فاعلية أكثر مساهمة بالنتيجة من مجرد بس أدوار في صناعة اللعب اللي بتحاول تلعبها من أول ما أنا وصلت كمدرب لغيال مدريد أيضا أنا بيرعب قلب دفاع في ثنائية متوقعة تكون ثنائية الموسم بجانب ميلتاو ما فضل أبدا يجرب فايخو مش وقتي غامر بالنقاط أبدا لأنه أي خطأ إضافي كان حيصير اليوم لو فاز أتلتك بكرة كان يعني إنه الفارق صار أربع نقاط يعني أنت وضعت نفسك موقف صعد من أولها أنت اللي وضعت نفسك فيه بعد ثلاث جولات تقعد تلحق أمام فارق ثاني صح أربع نقاط مش إشي ببداية الموسم لكنه فارق مطالب أنك تذيله وتخلص منه وبالتالي أنشلوتي كان يعرف أهمية الثلاث نقاط وكان يعرف أنه ريال بيتس في السنوات الأخيرة مزعت جدا لريال مدريد في الملحب وبالنتائج وأيضا كان بيعرف أنه نتائج ريال بيتس الأولى مع قادش مايوركا صح تعادل بالمبارتين لكنه من حيث الأداء من حيث السيطرة من حيث الخطورة كان دائما موجود والفرق دائما كانت عم تنقصه تحويل الفرصة الأهداف فبالتالي كان عارف أنه مباراته اليوم صعبة مثل هيك مباريات دائما لما تكون معقدة متوقع أنها صعبة بدك ثلاث نقاط فيها بيكون كثير مهم الفرصة الأولى أو الثانية اللي بيجيو لك يروحوا على هدف ريال مدريد كان بإمكان ينخذ المباراة بمسار كثير أسهل لو قدر منزيمة يحول فرصة اللي جاءت بأول الدقائق بعد تمرير الجونيور إلى هدف لكن ما جاءت فبيتس أخذ وقت دخل أجواء اللي قاء بعد عشر دقائق أصبح مصدر إزعاج وخطر على ريال مدريد طوال الشوط الأول الشوط الممكن أن ألخصه كالآتي شوط ريال مدريد صنع فيه فرصة واحدة خسر الاستحواذ بنسبة 49% ما قدر الريال يحط جونيور على مواقف خطيرة واحد لواحد على مونتويا وهو أسرع من مونتويا وأخطر من مونتويا لما يكون عليه واحد لواحد ما قدر يدور الكرة ما فيه الكفاية بحيث يوصل الكرة لجونيور في مناطق خطيرة على مشارف منطقة جزاء جهة يومنا تقريبا كانت معطلة تماما في الشوط الأول ولعبين هجوم ولعبين وسط بعاد عن بعض معظمهم مش عم بيقدروا يتواصلوا مع بعض وهذا الشيء صحة المهمة ريال بيتس الدفاعية خصوصا أنه الفريق كان عم بيوقف كويس عم بيدافع كويس ما بين خط وسط وخط هجومه المسافات والمساحات كانت مش موجودة كان ناجح بيتس في هذا الموضوع بالمقابل بيتس كان مزعت جدا بالشوط الأول في مسألة هجومه على المساحات اللي بظهر لاعبين ريال مدريد تلقى في مساحة خلف مثلا الظهير اللاعب ريال بيتس بينطلق قبل ما توصلوا الكرة وبتجي له التنميرة بعيدة بالعادة وبيضرب المساحة وبصير خطير من أكثر من الموقع قدر بيتس يلعب بهذا الاسلوب أنه اللاعب يركض نحو المساحة لحظة ذهاب الكرة إليه هناك يخلق فرص مهددة مزعجة خلينا نحكي اتهز الثقة عند دفاع ريال مدريد واللي ساهم بسهولة تطبيق هذه الفكرة عند ريال بيتس أنه خط وسط وخط هجوم ريال مدريد اليوم في الشوط الأول ما كان عم بيساهم بشكل صح في الضغط بإغلاق المساواية التمرير كان كثير بطيء بأنه يضغط على اللاعب مع الكرة فدائما اللاعب بيتس مع الكرة ياخد وقت ويلعبها ويهدد الشوط الثاني وجهه آخر لريال مدريد تحسن كبير لعبة الوسط عم بتشعر أنهم أقرب من بعض والثلاث الهجومي عم بيربط معهم بشكل أفضل دائما كل اللاعب بوسط عنده خيارين تمرير أو ثلاثة تحسنت كثير هذه النحية وصرنا نشوف الفريق اللي ما كان عم بيتجرأ يلعب عرضيات من مسافات بعيدة لأنه كان عاجز يوصل الكرة لمشارف منطقة جزاء أو على جانب منطقة جزاء بحيث يلعب عرضيات قريبة صرنا نشوف عم بيغامر وبيلعب كرة عرضيات بعيدة أطول يحاول يهدد بأسلوب ثاني وهذا الشيء أيضا خلق خطر على بيتس خلق قلق عند دفاع بيتس وشوفنا بيل أو جونيور عند لحظة الهدف الاثنين واحد منهم عم بزيد لما الكرة تكون مش بالجهة ولو الكرة على اليسار بتشوف بيل بيدخل مع بنزي مع منطقة جزاء عم بحاولوا يأمنوا عدد لعبين أكبر عشان تزيد فرصة إنه الكرة تروح لواحد من اللاعبين ريال مدريد واللي تحسن أهم من كل ذلك إنه ريال مدريد افتك الكرة بشكل أفضل ضغط بشكل أفضل في منطقة بيتس فصار يستعيد الكرة بشكل أسرع حسن من استحواذه على الكرة حسن من تقريب الكرة لمنطقة الخطر فكانت النتيجة الطبيعية بعد ذلك هدف لغيال مدريد هدف بخلينا نوقف مع ميجيل جوتيريز اللاعب اللي أخذ فرصة اليوم مرة ثانية واللعب اللي قدم مباراة جيد جدا بالنسبة لخبرتم نقدر نحكي عنها ممتازة كلاعب جديد لأنه اللاعب اليوم لما تكون معها الكرة دائما بيأخذوا القرار الصح بمرر صح في المواقف الدفاعية معظمها كان واقف صح عم بيغطي صح ممكن بعض المواقف بدأ خبرة مبين لسه بدو يشتر عليها وهذا طبيعي لكن لما تكون معها الكرة فهمان شو يبسوي ولما ينحط بمواقف فيها توتر وضغط أيضا بيظل هادي اللاعب أظهر جودة مهم اليوم أظهر جودة ممكن بتخليني أرجع للي صار بالصيف من شوية تصريحات وتلميحات أنه ربما ريال مدريد بفكر يبيع مندي ومس حستغرب ذلك لو كان من أجل ميغيل جوتيرز لأنه الفريق محتاج لاعبين إسباني شوي شوي مرة ثانية ينضخوا في دم النادي ريال مدريد لأنه بمثل بالنهاية إسبانيا وبمثل عاصمة اعتادوا يكون عندهم لعبين إسباني بالفريق بعد الهدف شفناه أنا شجدتي على طول بداخل رودريغو وبداخل أسينسيو أسينسيو بالوسط اليوم عجبني بأكمل موقف لسه بديره يتعود أكثر بس حسيت أنه تزديداته ممكن تكون خطيرة في هذه المنطقة انطلاقاته بعض الأحيان عم بتاخد مسافات كويسة محتاج يتأقلم أكثر أكيد لكن يعني أنا لو أنا كنت متوقع منه خمسة من عشرة هو عم بيجيب سبعة من عشرة يعني عم من فوق توقعاتي صراحة ببداياته في ذلك المركز اللي واضح أنه هيلعب فيه أكثر اللي هو في خط الوسط فاسكيس طبعا وأسينسيو كان الهدف منهم يزيد أنشلوتي سرعة استجابته يخلي اللاعبين أسرع عليه في أرض الملعب لأنه متوقع بيتس يضغط أكثر ويسرع أكثر وجود فاسكيس أيضا كان مفيد للغاية لما نصاب جوتيريز لأنه بتبديل واحد نزل رودريغو هو اللي يلعب بالهجوم فاسكيس رجع يمين كارفاخار راح يسار بدون أي توتر حتى لو عندك ظاهرين يسار مصابين وجود فاسكيس نعمة لتنوع مركزه ثنائية قلب الدفاع أيضا في ريال مدريد قدمت اليوم مباراة متوازنة اثنين بتحس فيه بينهم انسجام توزيع الأدوار بينهم لما تكون الهجم المرتدي بجهة الآخر ليعرفوا وقفوا جنب بعض بشكل كويس الخبرة واضحة عنده ألابة الهدوء الخين سميه كمان اتزان مفيش تهور مفيش اندفاع يبدو أنه هالي تنائية الدفاع اللي حنشوفها في مدريد ريال مدريد أدار اللقاء اليوم بهدوء أدار اللقاء بمنطقية بمكر بعد ما تقدم حقق ثلاث نقاط وفي بدايات الموسم مو قبل التوقف الدولي كثير مهم تفوز لأنه تاخد توقف الدولي كله والأخبار كلها حتكون سلبية عليك حتكون صعبة جدا في ريال مدريد وبنعرف قداش الصحافة الإسبانية بتقدر تهز أندي خاصة ريال مدريد لأنه عليه تركيز كبير بالنسبة لفينسوس جونيور وعدكم أحكي عنه بآخر الحلقة لو بدي أجي أقارن بينه وبين هازارت بعيدا عن أنه هازارت كان جم أكبر وتاريخه أوسع وواضح لما يكون مبلشين لأتنين لا جونيور أخطر جونيور لما الأمور تتسكر بيبادر لوحده الهدف بالنهاية جاء التمرير الأولى منه قبل لبنزيمة بتاع بيحاول بيعمل يعني ظهوره بالثلث الأخير والذهاب للمرمى أوضح من ظهور هازارت يعني حتى على المستوى الاثنين أساسي بحس لسه جونيور أعلى لكن مش منطق تعدم هازارت لأنك بتعرف أنه فيه هازارت فيه جودة رهيبة جدا باللحظة اللي بتعرف توضفه فيها حياخذ الفريق هازارت لمستوى آخر بس بالنسبة لجونيور ما زلت أشعر أنه فيه اعتماد كثير على فرديته أكثر من جماعيته باللحظة اللي أيضا أنشلوتي بعرف يخلي 100% جونيور جزء من المنظوم الهجومية كاملة كلاعب فردي بفيد المنظوم الجماعية أعتقد حيكون جونيور خطير جدا وسلاح وكل ما كثرت الخيارات بإيد المدرب كل ما كان أفضل لنهاية الموسم نصل هون لنهاية حلقة سيفي مدريد كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك وتقل إستغرام وضروري جدا يتابعوني على سيرفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم رحمة الله